يقال عادة للشيء اللي ما يخلص قابل فروة السبع فروة السبع حسب ما يروى في القصص والحكايات بأنها تحتاج وقت ودقة وتنظيم وأخراج جيد يليق بالسبع لكن يبدو أن موازنتنا المالية دخلت بعد أن صارت ثلاثية بعد الدهاليز دهليزة من الحكومة دهليزة من البرلمان دهليز وهو الأخطر يملقه السياسية والزعامات السياسية اللي خايفة من الموازنة لا أكثر من سبب أبرز الأسباب هي كمية الأموال اللي راح تكون بيد الحكومة وهذا يعني راح يكون رئيس الحكومة مطلق الصلاحية بالصرف على المشاريع الخدمية والبنى التعتية لأن الربع مقبلين على انتخابات محلية وبعدها نيابية فالنجاح رئيس الوزراء راح يأكل منجر فهم من هنا بدأت المساومات والمناقلات وجيب منا وودي منا تأخذ وقت وتأخذ سيرة وسريدة شن اللي قبض المواطن من كل هايل دور كيس على ما يقولون ما قبض شي حتى من دبش ولا قبض شي هس شلون تنحل؟ الجواب يومية موعد اعتلاف إدارة الدولة حدد يوم عشر نهاية حول المناقشات بعدها يوم 17 من هذا الشهر حدد التصويت وخلص واللي وراه وماكو ماكو أي تصويت هس يقولون خلال يومين أقصى حد يوم الخميس ننتظر شكو ورانا وربو الخميس عسد هم بطران أكو واحد يسوي فروة أبعز الصيف